نعم طيب في حالنا في بعض يعني الكويتين اللي في الخارج جابون يردون في طياراتهم الخاصة هل يسمح لهم العودة في الطيرات الخاصة؟ طبعا نحن أساسا قاعد نعطي الموافقات للطيران الخاصية عن طريق يقدمون لنا الطلب عن طريق قسم الجداول عندنا في الإدارة عامة للطيران المدني يتم ترتيب لهم هذا الوضع وقاعد توصل طائرات وصلت طائرات اليوم مثلا وراح توصل بكرة أيضا طائرات خاصة نفس الجدول؟ طبعا هذا لها وضع جداولهم خاصة أساسا نفس الجداول البرسيجر لما يوصلون نفس يتم فحصهم ونفس المكان اللي يعني انتقلوا فيه باجي الطائرات؟ جميع الإجراءات الطبية والصحية مطبقة على جميع القادمين لدولة الكويت أعزائي بسعود الآن في كل سؤال يعني ذكروني فيه إخوانها في العداد فوق موضوع سالفت أن الطائرة نفسها يعني لما تروح مثلا تاخذ مثلا يعني الكويتيين من وين من واشنطن مثلا من لندن أو من أي مكان يأخذوا معهم مثلا الناس مثلا المخالفين اللي قاموا هنا في الكويت تستغلون هذه العملية أو الطائرة الطير فاضية؟ لا لا الطائرة حسب ما هو متفق عليه تطلع لأن الطائرة معقمة فاضية لأنه لازم يكون فيها الطائرة أساسا معقمة وبالتالي ما ودنا نكون فيه أي إجراءات تحقل العملية الصحية المطبقة والمتفق عليها مع وزارة الصحة في هذا الأمر فالطائرة دائما تروح فاضية وترجع فيها المواطنين نعم أنا ممكن طرع على بالي شغلة الحين مثلا في بعض الناس طافتهم هذه الطائرة أو ما سجلوا أو لأي ظرف كان هل تروح عليهم الردة هذه خطة الإجلاء ولا ممكن يردون مرة أخرى؟ لا طبعا إحنا كنا متأكدين من هذا الوضع أن بعض الحالات الخاصة ممكن نطوف الطائرة عشان شيء لو تلاحظين في نفس الدولة تلاقيين على الثلاث أيام في طائرات بالثلاث أيام فاللي ممكن يطوف الطائرة في اليوم الأول أو الثاني ممكن يلحق عليها في اليوم الثلاث وتحت أي ظرف يعني يكون في اليوم الثالث ما كان يقدر يلتخف فيه يعطنا بياخد شيء ظرف افتراضي نطافتها الثلاث رحلات؟ أكيد ما رح ننسه أي مواطن برد الكويت هذه رغبة صاحب